أروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نتطمن على استعدادات النادي الأهلي والنهاردة ضربة البداية بالنسبة للاستعدادات للموسم الجديد معانا على الهواء مباشرة الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب مختار التتش مساء الخير يا شريف مساء الخير تحاتي لك زميل محمد ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يمكن استرط البداية ضربة البداية زي ما بتقول الدوري الممتاز اللي يكون يوم الحد بإذن الله على استعداد النادي والسلام وبراط مصر المقص يا رب بإذن الله يكون فوز جديد للنادي الأهلي ونفتتح بطولة الدوري بسلاس نقاط يضافه إلى رصيد النادي الأهلي عشان بإذن الله نقدر نحافظ على اللقب الغالي لكل جماهير النادي الأهلي يمكن بعد راحة استمرت 48 ساعة اليوم الأهلي استقنف تمرناته يمكن مستر موسماني عمل محاضرة مع اللاعبين في أرض ملعب حوالي 20 دقيقة اتكلم فيها بقى عن خلق الصفحة تماما الصفحة الماضية طبعا مطولة أفريقيا بطولة كأس مصر التركيز في البطولات الخادمة بطولة الدوري اللي هتكون يوم الحد بطولة السوبر الأفريقي بطولة السوبر المصر التركيز عشان نقدر نفنش أكبر عدد من مطولات في الموسم الجديد وكان لها يمكن كان محاضرة قوية جدا نتكلم كمان على الأداء وعلى شكل الأهلي في الفترات المقبلة وطالب اللاعب بتحقيق أداء أفضل لكل جماهير النادي الأهلي واتكلم أن كل يأخذ فرصه في الفترات المقبلة هيعتمد على القائمة كلها علشان الموسم مضغوط فيعتمد على كل اللاعبين مطلوب بس من كل اللاعبين الاكتهاد في التمرين والتركيز وتنفيذ التعليمات عشان يكون لي مكانة في التشكيلة الرئيسية يمكن ده كانت أبرز المحاضرة اللي اتكلم فيها مستر موسماني مع اللاعباء اللي استمرت حوالي 20 ديئة النهاردة حضر يمكن نجم من نجوم النادي الأهلي التمرين من الزمن الجميل لنادي الأهلي الجيل الكبير العظيم اللي اتفرجنا ومتعنا بطولات النهاردة كان حضر واقل جمعة صخر دفاع النادي الأهلي يمكن حضر المران وتفرج على المران يمكن مستر موسماني رحب به ترحيب شديد جدا واتكلم معا عن جيله جيل أبوتريكا جيل براقات جيل واقل جمعة يمكن سيد معوض جيل كبير جدا لنادي الأهلي يمكن موسماني فاكرهم بالاسم واتكلم معا عن الإنجازات اللي اتحققت في عهد أمانو الجوزي يمكن النهاردة كان تمرين بدني قوي جدا يمكن استمر فترة حوالي ساعتين فيها ساعة ونص حوالي بدني بالكورة وراجل مدرب الأحمال بيشتغل بدني بالكورة واختتم بتأسيمة كبيرة جدا بطول الملعب تقلق فيها اليوم ولفت الأنظار أفشى كهربا صلاح محسن لعيب كتير النهاردة أحمد ياسر ريان وبطمنك ومطمن كل مشاهدي قاتل نادي الأهلي بيشارك السلاسي اليوم بعد العودة من سلبية الكورونا وليد سليمان نجم نجوم نادي الأهلي وحاوي نادي الأهلي أليو ديانج النهاردة بيشارك وبطمن كل جميع نادي الأهلي وأحمد ياسر ريان النهاردة بيشارك في التامريات الحمد لله لا توجد إصابات بكورونا يا رب بإذن الله يحمي كل لعب نادي الأهلي ويكون اللي جاي كله خير للنادي الأهلي معك سبيل محمد لو معك أي استفسار